عندي بنت واختي رفياة جدا جدا واندغط نشور سنة وما بيتها راحت بيها في مصر هنا نعمل التغذية بس ما تضعش حاجان البنت ما بتقولش خلص وبتقف بيها مثلا حتى لو كلت بتحط اللومة ببقاها بتاخد ساعتين ثلاثة طب عمل التحاليل من قبل عمل التحاليل عمل التحاليل قبل كده اقول لها عندك عصر غضمي وعالجته وعالجته وبرضا ما بتتقلش هي رفياة زيادة عن اللزوم طب بصي هو بشكل مبدئي هي عندات نشر سنة لو احنا عملنا تحاليل مثلا الأنيميا صورة دم كاملة وما طلعاش عندها أنيميا عملنا تحاليل الددان وما طلعاش عندها ددان عملنا مثلا اه مثلا التحاليل اللازمة وتأكدنا ان احنا ان هي ما عنداش اه مشاكل معينة زي ما انت قلت كده والله كان عندها عصر غضمي وتعالجت من يوم انا هقولك على اسم حاجة جبيها من الصيدلية حاجة كويسة جدا اسمها الشوكو منسطر الشوكو منسطر ده عبارة عن مكمل غزائي مكمل غزائي ده ممكن يعيد الثقة مرة تانية ان الطفل يأكل مرة تانية ويقعد على الاكل بتاعنا ده عبارة عن مجموعة من البيتامينات بتحفز الشهية عند الطفل وتخليه ان هو يقعد على الاكل اه بس احنا برضو نكون اسكية واحنا بنتعامل مع الطفل الطفل مش هيقعد زينا ويفرش ويقعد نص ساعة يأكل زينا ولا هيقعد ربع ساعة هو ممكن يقعد دقيقة دقيقتين تلات دقايق اربع دقايق وهيأكل ويقوم بسرعة عشان هو اصلا منتظر او هي منتظر صاحباتها وتطلع يطلع ويلعبوا دلوقتي هو بعد كده هيطلع يلعب ويبزي المجهود بدني وبعد كده يرجع مرة تانية للبيت وبرضو ويعمل نفس ويبحث في التلاجة ويشوف ان موجود في التلاجة ويبدأ يأكل فكرة ان هو هيكل زينا دي لا لكن فكرة ان هو يقعد او على الاتل ويجوعه شوية من خلال مع بعض المكملات فيه مكمل اسمه مكمل اسمه الشوكو منصر يحفظ الاسم ده عندك او بتبقى فورقة وتجيب اه شوكو منصر منصر ده عبارة عن اكياس كده عبارة عن اكياس بتجيبي كيس وتقول لها انا جاي بالك الكاكاو والشوكولاتا اللي انتي بتحبيها هتجيبي لها اه هتقول له انا جاي بالك الشوكولاتا اللي انتي بتحبيها وتجيبي الكيس كده وانتي تشرب منم معاها حتى ما فيش اي مشكلة يعني مكمل جزائي ما فيش مشكلة في وما فيش اي اثار جانبية الليستخدام بالنسبة للطبط 很 بقضي的 كاكاو كده وتحطيه على كوباية الحليب الحليب يكون لسه دافي ولا حاجة وتحط عليه للبتاع ومعلاقة عسل نحلة جميلة وتقلبي وتروح انت شاربه ومشربه معاك ويلا عملنا لك الكاكاو باللبن اللي انت بتحبيه واي اتبسطت ان انت بتشربيه الكاكاو باللبن وهو اصلا في المكمل غذائي علشان يبقى فيه مجموعة من البيتامينات اللي تحفزها ان هي تجوع فتقعد على الاكل اكتر معنا ويحفزها ان هي نرجع السيقة للقوم مرة تانية ان ابنتها بدأت تقعد تاكل معاك شفر من حضرتك متشكري جدا. نالله يا كريم. لو عندك اسئلة تانية ممكن تسأليه. لا هو كان استردد. طب انا قدرت اجاوب عليه? استفدت استفدت منه تقدري تقدري تروحي الصيدلية وتجيب الشوكو من نصر ده. اكتب لك اسمه تحت برضو. آآ عشان تخزيه. ويتجيبي من الصيدلية تمام? شوكو. مونسطر. آآ مونسطر انا كتبت مونسطر كتاتي تسعة بعدها لل او. مونسطر. ساشت. ساشت. آآ ده يبقى كيس. هكتب لك برضو بالعربي جنبه. كيس. على كوب لبن دافي. مرة يوميا. تس ستاشت. آآ شوكو منصطر ساشت. آآ كيس عبارة عن اكياس كده تقريبا خمسطر سستاشر كيس. كل يوم تستخدمي لها كيس واحد. برضو بس تحليه تحليه لان البتاع ده دواء برضو في الاخر ممكن يعمل مرارة بس انت لازم تحليه علشان ما تفسش بالمرارة بتاعت الدواء اللي ممكن يكون موجود. بس هو الككاوب يغطع المرارة دي. تفاهمة? لكن ما تحط عسل تاني تحط عسل تاني مش هتفس بحاجة زي كده. طب يلا. الله يا ساعدك يلا يومك سعيد خلي بارك من نفسك يلا مع السلامة. مع السلامة خلي بارك من نفسك مع السلامة خلي بارك من نفسك. الله أكبر الله أكبر